لدى ترأس سموه الاجتماع عالي المستوى أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أكد أن الحكومة أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي سموه أشاري لأن الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة وستعاقب من يقف خلفها استجابة لتوسيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين الذي لا يمكن التهون في أمنه واستقراره ومغدرات جميع أبنائه في مدنهم وقراءهم وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد رئيس اجتماعا هاما رفيع المستوى بقصر القضيبية صباح اليوم تابع فيه سموه تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاحتياطات والاستعدادات التي تتخذها الوزراء والأجهزة الحكومية لأي طارئ والوقوف على حجم التقدم الذي أحرز في عمل اللجنتين الأمنية والمدنية والمكلفتين بتنفيذ التوصيات حيث وقف سموه على الانتهاء من تنفيذ 17 من أصل 22 توصية رفعها المجلس الوطني بما فيها الجانب التشريعي لجميع التوصيات أعلى وتبع سموه في هذا السياق مراحل تنفيذ التوصيات أمنيا ومدنيا وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة لن تسمح ولن تتساهل أبدا حيال أي محاولة لتقويض الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى أعمال فوضى وتخريب وإرهاب بل ستتصدى لها بكل حزم وبقوة القانون تساندها في ذلك الإجراءات الجاري اتخاذها لفرض الأمن والسلم الأهلي في ضوء تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحماية المجتمع من جرائم العنف والإرهاب وقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التعجيل في إتمام الإجراءات والتدابير التي تجعل ما تضمنته التوصيات متحققة على أرض الواقع وأن يكون تطبيقها فوريا لحماية الأمن والاستقرار وصون المصالح العامة والخاصة فالإجراءات والتدابير الأمنية التي تتخذها الحكومة هي حماية للمواطنين والمقيمين في كافة القرى والمدن من المحاولات الرامية لإرهابهم وقطع أرزاقهم عبر إجبارهم على غلق محلاتهم وقطع الشوارق والإضرار بمصالحهم وأرزاقهم بسبب أعمال العنف والتخريب والإرهاب من بعض الجماعات الإرهابية وفي نهاية الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المتابعة لتطبيق كل توصية ستكون حثيثة ومتابعة تنفيذها ستكون مستمرة وسنقف أولا بأول على ما اتخذ من إجراءات لجعلها واقعا يتحر فيه الإرهاب يتحر فيه الإرهاب وتنتهي به دعوات العنف والكرهية في بلد يراعي جميع أبنائه ويؤمن لهم مستقبلهم بعيدا عن الإرهاب والعنف والاستغلال الطائفي